مرحبا معكم عمر بحرة في حديث الكاميرا كنت قد تحدثت في حلقة سابقة عن مايكروفون رود XCM50 هذا الميكروفون من إنتاج شركة رود العملاقة المتخصصة في صناعة أجهزة الصوت والمايكروفونات وفي هذا الفيديو تطرقت للحديث عن ميكسر تخيلي أو Virtual Mixer وهو رود يونيفاي هذا الميكسر التخيلي هو برنامج أو تطبيق مجاني لسطح المكتب سواء للويندوز أو لماك انتوش اليوم سأتحدث عن هذا التطبيق وعن مميزاته عن رغم أني تحدثت بشكل مختصر في الفيديو السابق عنه لكن اليوم سأتوسع في الحديث عنه وستحدث عن مميزات هذا البرنامج وعن عيوبه وهنا جزئية المهمة وعن كيفية معالجة هذه العيوب التي تجعل من هذا البرنامج برنامج مقيت بسبب هذا العيب الجوهر الموجود فيه لكن هذا العيب بسيط جداً ولكن الشركة لم تشير إلى إصلاح هذا العيب اليوم سأتطرق إلى كيفية إصلاح هذا العيب في البداية يبدو لدي هذا الميكسر الموجود على شاشة الكمبيوتر طبعاً بعد تحميل وتنصيب هذا الميكسر التخيلي سأضع في صندوق الوصف رابط لمكان تحميل هذا الميكسر نرى في البداية لدي هذه الشاشة فيها عدة قنوات القناة الأولى هي قناة المايكروفون الذي أتحدث منه ويمكن في هذه القناة ضبط المايكروفون وعدة أنواع من الضبط الاحترافية وحتى البسيطة يمكن هنا من الأدفانس تغيير الضبط إلى ضبط احترافي طبعاً يجب أن يكون الإنسان محترف في الصوت وإذا كان غير محترف في الصوت فعليه أن يلجأ إلى الضبط المبدئي الأوتوماتيكي أو التلقائي يمكن هنا لدينا نويز جيت يمكن إلغاء النويز الموجود في المكان الكمبراسور ضغط الأصوات وتزبيط قمم الأصوات وإلغاء الأصوات التي لا نحتاجها أورال إكسكيوتر ما عندي معرفة عنها بيك بوتوم ما عندي معرفة عنها أنا غير محترف في الصوت طبعاً هنا الهاي باس فلتر يمكن إلغاء الضجيج المحيط مثل أصوات المراوح والمكيفات والضجيج الخارجي هذا في ما يخص المايكروفون أيضاً نسيت التحدث عن القين يمكننا رفع صوت المايكروفون اليميل في هذا البرنامج أنه يمكننا إضافة عدة ميكروفونات أخرى من إنتاج شركة رود ويو اس بي مايكروفون لدي هذا المايكروفون من إنتاج شركة رود أيضاً يو اس بي قمت بتشغيله من هنا يمكننا إضافة هذا المايكروفون رود ويرلس جو تو قناة لهذا المايكروفون وقناة لهذا المايكروفون إذن لدي هنا سلاسة قنوات للمايكروفون يمكن إضافة عدد آخر من المايكروفونات اليو اس بي وبالتالي يمكن للشخص الذي يعمل مع هذا التطبيق الفيرتشوال ميكسر أن يتحكم بالأصوات حسب ترتيبها وحسب أولوياتها وحسب ما يريد كما يمكنني إلغى القناة هنا وهذه القناة نرى لدينا هنا عدة قنوات للصوت يمكن تخصيص كل قناة لتطبيق أو برنامج في صوت على جهاز الكمبيوتر مثلا لدي هنا القناة الأولى السيستيم القناة الثاني الشات يمكن في قناة الشات إضافة صوت من تطبيق الزوم للمحادثة أو من الواتس آب أو الويندوز ميسينجر وبرمجة الصوت القادم على قناة الشات بحيث يمكنني رفع الصوت من هذه القناة في الحديث أو خفض الصوت أيضا هنا قناة الميوزيك هذه قناة الميوزيك يمكنني ربط هذه القناة بتطبيقات ومشغلات الصوت على جهاز الكمبيوتر مثل VLC أو Media Player أو أي مشغل للصوت على جهاز الكمبيوتر بحيث يمكنني التحكم بالصوت مثلا أنا لأقوم بحديث على زوم ويمكنني وضع الموسيقى في الخلفية ومن هنا يمكنني تخفيض صوت الموسيقى أو رفعها ورفع الحديث بحيث تكون الموسيقى في الخلفية أيضا لدي هنا قناة الجيم قناة الجيم يمكنني ربطها بالألعاب على سطح الكمبيوتر وتخفيض الصوت ووضع موسيقى للألعاب أو إجراء المحادثة والتحكم بهذه الأصوات كل على حدة لدي هنا قناة البراوزر المقصود فيها هو متصفح الكمبيوتر يمكنني أيضا ضبط المتصفح على هذه القناة بحيث يمكنني أيضا خفض أو رفع صوت القادم من المتصفح مثل مثل اليوتيوب أو أي مشغل صوتي على المتصفح ووضعه في الخلفية كصوت خفيف أو رفعه مقابل رفع التشات مقابل رفع صوت الموسيقى يعني تخفيض ورفع القناة التي أريدها طبعا هذا مهم جدا بالنسبة لسطح المكتب أو الكمبيوتر أغلبنا يعمل على الكمبيوتر والآن أغلب التسجيلات واللايف ستريم ينتقل بالتدريج من الهاتف إلى سطح الكمبيوتر نظرا لما يوجد على سطح الكمبيوتر من مزايا وإمكانات كبيرة طبعا استخدام جهاز ميكسر خارجي مزعج جدا في هذه العملية لأن الصوت يجب أن يصدر من الكمبيوتر إلى الميكسر ومن الميكسر إلى الميكسر وعودة إلى جهاز الكمبيوتر في بعض الأحيان قد تتوافق العملية مع بعض الصدى لكن هنا لدينا على سطح الكمبيوتر أيضا يمكنني إضافة قناة أخرى وربطها بتطبيق أي تطبيق طبعا كيف يمكننا ضبط الصوت في التطبيقات من هنا يظهر لدي هذه القنوات يمكنني ضبط الصوت القادم إلى هذه القناة والخارج منه من هذه المعطيات طبعا إذا ضبطته مع التشات هنا فإن التشات هي الذي تتحكم في هذا التطبيق ميزة أخرى في هذا البرنامج وهي ميزة هذه اللوحات أو هذه المفاتيح هذه المفاتيح عبارة عن مؤسرات خاصة يمكننا استخدامها أثناء التشات أو أثناء اللايف ستريم مثل هذه المؤسر يمكننا إضافة عدد كبير من المؤسرات الصوتية المسجلة مسبقا عن طريق السحب والإفلات على مكان هذا المفتاح أو بالضغط على المفتاح الماوس الأيمان ووضع أو تحميل المؤسر الذي نحتاجه طبعا لكل مؤسر ضبط مثلا لدينا هذا المؤسر يمكننا أخذ صوته أو رفع صوته أو إيقافه في اللحظة المناسبة طبعا هناك عدد كبير من الصفحات يمكن إضافة المؤسرات عليها أيضا يمكنني تسجيل الصوت على هذا الجهاز الآن أنا أقوم بتسجيل الصوت بشكل خاص على هذا الجهاز الميكسر يعني يقوم بتسجيل الصوت أيضا أيضا يمكننا فيما بعد معالجة ملفات الصوت من هنا وتنزيلها وتحميلها وإعادة مسحها ومعالجتها كلها من هذا التطبيق طبعا هناك عدة مخرجات أيضا إلى الستريم إلى السماعات إلى التشات إلى الريكوردينج في عدة مخرجات وهنا أيضا مخرج إلى السماعات السبيكر أو السماعات الرأس يمكن أيضا هنا أيضا التحكم في المخرجات إذن يبدو لي أن هذا البرنامج برنامج رائع ومهم جدا لكن هذا البرنامج به عيب عيب يعني عيب لا يوصف العيب هو أننا عند أقفال جهاز الكمبيوتر وإعادة فتح جهاز الكمبيوتر سنرى هذه الرسالة هذه الرسالة تفيد أن يجب أن نبدأ بإعداد هذا الميكسر يعني كل الإعدادات التي قمنا بضبطها سابقا تخصيص القنوات ضبط الصوت في كل قناة مستوى الصوت رفع الصوت ضبط الصوت في الميكروفون وهو يحتاج كما أسلفت إلى عدد من الضبط خاصة إذا كان لدي ثلاثة أو أربعة ميكروفونات كل هذا ذهب أدراج الرياح ويجب أن أقوم بالضبط من البداية بشكاوى للشركة طرحت الشركة حل وهو أن من السيكوريتي على جهاز الكمبيوتر من الفايروول إلغاء الفايروول الخاص بهذا البرنامج وأن هذه العملية تنتهي لكن جربتها لكن هذا لم يكن زو أثر إذن لا تزال الشركة لم تجد حل نهائي لهذه المعضلة ولهذا البرنامج أنا وجدت الحل على قناة اليوتيوب لأحد الأشخاص لأسف لا يوجد لليه عدد كبير متابعين ولا المشاهدين يذكر حل جزئي لهذه المعضلة ولماذا حل جزئي ليس كلي؟ لأنه يذكر حل مشكلة القنوات ضبط القنوات ولكنه لا يذكر حل مشكلة مفاتيح المؤثرات الخاصة لأن عودة البرنامج إلى العدادات الرئيسية تلغي كل التأثيرات الخاصة التي كنتم قد وضعتموها وتبقي التأثيرات الأساسية في هذا البرنامج إذن ما هو الحل؟ الحل بسيط جدا وهو من في ملف الدوكومنت أو الوسائق يوجد لدي هنا رود يونيفاي في هذا الملف يوجد لدي هنا هذا الملف الدفعي الصغير جدا إذن هذا الملف الصغير يوجد فيه وصف لكافة العمليات الضبط التي قمت بها في هذا المكسر التخيلي العملية ببساطة أقوم بإجراء نسخة من هذا الملف وحفظها في مكان آخر وعندما تظهر الرسالة السابقة أن البرنامج يجب أن يبدأ من جديد أغلق هذه الرسالة وأقوم بنسخ الملف الذي كنت قد حفظته في ملف آخر وإحلاله محل هذا الملف هنا تأتيني رسالة هل يمكنك استبدال هذا الملف بقال له نعم بعد ذلك أقوم بفتح التطبيق من جديد لكن هذه العملية تقوم بحل مشكلة القنوات لكنها لا تقوم بحل مشكلة اللوحة المؤسرات الخاصة إذن عودة مرة أخرى لهذا التطبيق لدي هنا الساوند ملف الساوند يوجد هنا أيضا ملف آخر مختص في ملف المؤسرات الخاصة هنا هذه المؤسرات موجودة هنا التي قمت بتحميلها لكن هذا الملف هو يصف كل هذه المؤسرات أيضا أقوم بصنع نسخة منه وحفظها في مكان آخر وعندما تواجهني هذه المشكلة أقوم بإعادة نسخ الملف من المكان الآخر محل هذا الملف إذن العملية بسيطة طبعا أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وأتمنى أن تقوموا بتجربته وذكر ذلك في التعليقات طبعا رابط التحميل في صندوق الوصف وأتمنى لكم كل التوفيق وأيضا أحب تذكيركم بالاشتراك بالقناة ووضع إشارة العجاب ومشاركة الفيديو شكرا لكم كنتم مع عمر البحرى في حديث الكاميرا وإلى اللقاء في حديث آخر ترجمة نانسي قنقر